اشتركوا في القناة للانتخابية على حمل هم المواطنين عمليا وضرورة تقديم الخدمة اللائقة لهم والسعي لتلبية رغباتهم في رفع مكانة التربية والتعليم والتركيز على قضايا الأرض والمسكن وغيرها من الأمور الحياتية اليومية وتجرى الانتخابات في المدن والقرى العربية في ظل حالة من التوتر والترق بالحذر أبرزها في كبرى المدن العربية مثل الناصرة حيث تشهد المدينة لأول مرة منذ نحو أربعة عقود وجود خمسة مرشحين يتنافسون على منصب رئيس البلدية وهم الرئيس الحليل البلدية رامس جريسي عن الجبهة الديمقراطية لسلام والمساواة والذي يتبوأ منصبه منذ تموز 1994 عقب وفاة رئيس بلدية الناصر النائب الصابق تفيق زياد وكذلك النائب عن حزب التجمع الوطن الديمقراطي حنين زعبي والمرشح المنشق عن الجبهة علي سلام ويوسف عياد عن القائمة الموحدة وتوفيق أبو أحمد مرشح الحركة الإسلامية ولعل المميز عفوا الإضافي الأبرز لهذه الانتخابات هو غياب الجناح الشمالي للحركة الإسلامية بزعامة رائد صلاح عن خوض الانتخابات عموما وعزوفها عن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي في مدينة أم الفحم التي تسيطر عليها الحركة منذ العام 1989 حين تفوق رئيسها رائد صلاح على رئيس البلدية أنذاك النائب الصابق هاشم محميد الذي كان يمثل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة للحوار عن هذه الانتخابات وثداعياتها على المواطن العربي في إسرائيل معي في الستوديو دكتور رامي زيدان المستشار الإحصائي والاستراتيجي في معهد دايريكت ومحادر في الجامعة المفتوحة أهلا وسهلا فيك معنا وكذلك يا صحفي خميس أبو العافي أهلا وسهلا فيك معنا والباحث التربوي الاجتماعي دكتور خالد أبو عصبي مساء الخير مساء النور دكتور خالد أفتتح معك الحديث حتى هذه اللحظات كيف تنظر إلى الخارطة الانتخابية هذه الصورة التي نشهدها اليوم مهرجان في الوسط العربي ونحن بعد أقل من ساعتين تنتهي عملية الافتراع أولا أرجو أن تكون مهرجان وأن نعتبرها مهرجان وأن نضع الأمور في نصابها القضية هي قضية اختيار وقضية انتخاب وليست قضية صراع وقضية حرب بين متنافسين إنما هي تنافس بين مرشحين على من سيقدم خدمة أفضل للمواطن وإذا وضعناها في هذا النصاب يمكن أن نتحدث عندها على انتخابات التي تكون انتخابات نوعا ما موضوعية ونزيهة على مستوى ولكن بالواقع هو يشهد أمور مختلفة تماما عن هذا وربما في سياك الحديث سوف أوضح أكثر حول ماذا أقصد حاليا ممكن أن أقول حتى لو بعد ساعتين انتهى عملية الفرز أنا أتوقع بأنه فقط ثلث من البلديات والمجالس المحلية سوف يحسن بها التنافس أنت تصل الآن إلى النتائج سنتحدث عنها بعد قليل في هذه المرحلة أريد أن أتحول إلى مراثلتنا عنابة حلبي مباشرة من مدينة الناصرة عنابة أنت متواجدة في شوارع الناصرة الآن ما هي الأجواء لديك وكيف يتعامل أشارع النصراوي مع عملية الاقتراع في هذه الساعة سمعنا ندين في الساعة الأخيرة أن هناك ارتفاع كبير في نسبة عدد المقترعين النصراويين الذين ذهبوا للإدلاء بأصواتهم ولكن سمعنا أيضا عن بعض المشادات الكلامية وبعض المشحنات أيضا بين الشباب لأن طبعا لاحظنا في مدينة الناصرة أن هناك دور كبير للشباب النصراوي في هذه الانتخابات نعم إذن عمليا عنابة ماذا عن قضية التصويت ونسبة الاقتراع التوقعات تحدثوا عن أكثر من سبعين بالمئة وهل هذا صحيح بالنسبة لعملية التصويت الآن في الساعة الأخيرة نسبة الاقتراع تجاوزت أثنان وخمسون بالمئة ونحن نعلم أن كما علمنا من بعض المقرات الانتخابية أن النسبة ستصل إلى سبعين واثنان وسبعين بالمئة في هذه الساعة القريبة نعم وعن احتمالات النجاح لنقول للمرشحين أجمعين ماذا عن حنين الزعب عمليا المرشحة المرأة الوحيدة هل هناك دعم عمليا لهذا النوع من الترشح في هذه المرحلة عدو الكنيسة حنيت زعبي دخلت إلى هذه الانتخابات بصورة ممكن القول أنها بصورة مفاجئة بعض الشيء خاصة لقائمة الجبهة ولكن الناخب النصراوي وحسب استطلاعات الرأي غالبية استطلاعات الرأي أعطت نجاح ساحق لرئيس قائمة الجبهة الذي يترشح للمرة الرابعة على التوالي لبلدية الناصرة رامي الجريسة نعم إذن عناب حلبي مراسلتنا في الناصرة سنعود إليك لاحقا شكرا لك على هذه التغطية أريد الآن أن أتحدث معك دكتور رامي زيدان أنت تختص في الإحصائيات وأريد أن أتحدث معك في لغة الأرقام بعض المعطيات أو الإحصائيات الملائمة للحركة الانتخابية هذه المرة عمليا علم الإحصائيات وعلم مثبت عالميا وكمان محليا قسم من مجتمعنا العربي يعتقد أن علم الإحصائيات لا يلائم للمجتمع العربي وممكن أن يخطئ أكثر من أن يخطئ في المجتمعات الأخرى مثل يهودية الحراف المعياري بيكون عالي جدا لكن أنا بقدر أن أتكلم من ناحية الخبرة الشخصية التي عملتها في جولة الانتخابات في 2003 وفي جولة الانتخابات في 2008 وإن شاء الله ستخلص جولة الانتخابات الحالية كما نستطيع أن نفحص نفسنا مرة أخرى وأنا بقدر أن أقول بجدارة أن موضوع الإحصائيات ملائم جدا أيضا للمجتمع العربي المجتمع العربي لا يفترق بشيء عن أي المجتمعات الأخرى وأنا استطيع أن نقول أن المهنية هي المفتاح لكل شيء فاستطلاع رأي العام الذي يعمل بشكل صحيح بصورة مهنية دقيقة بصدق وأمانة ممكن أن نصيب حتى في درجة السيطة لكن أتعلم أن الجمهور لا يثق في هذه الاستطلاعات أنا أنفي هذه النظرية وأقول أن بعد الخبرة والتجربة في هذا المجال في عدة قرى ومدن في دولة إسرائيل بأن المواطن العربي يحب أن يتجاوب مع هذا الموضوع يحس أنه ينقصه هذا الشيء ويحب أن يساعدنا حتى نفهم تركيبة السياسية في جميع البلدات التي تعملنا فيها نعم فمثال على ذلك نحن نتصل في البلدات العربية ونتصل في بلدات يهودية فأحيانا نجد الإقبال أكثر في البلدات العربية نعم وهذا شيء جميل جدا ونستطيع أن نقول أن الإحصائيات عندما نعملها بشكل صحيح دقيق نفهم التركيبة السياسية المميزة للشعب العربي من الحمولاتية من الديانات التركيبة الدينية من التركيبة العائلية فنحن نبني العينات بهذا الموجب ونستطيع أن نصل لنفهم ماذا يجري في الجمهور إذن أنا أريد أن أتحدث عن ما يجري فعلا في الجمهور وخاصة اليوم وسأضع أمامكم الآن صورة وضع أستاذ خميس تدخلت الشرطة اليوم وتعاملت مع أكثر من مئة ملاف له دخل أو حادث يتعلق بالدعاية المحظورة من جهة ومن جهة أخرى مئة حادث آخر يتعلق بخرق النظام العام بمحيط سندوق الاقتراع هناك عملية طعن كانت في يركة في قرية يركة في قرية عرعر النقب هناك اشتباكات شجار في تمرة في كفر يسيف أيضا وحرق سيارة لأحد الأعضاء الورشحين في إم الفهم هذه هي الصورة التي نشاهدها اليوم والآن والتعليق لك أود أولا قبل أقول شيئا أضيف نقطة مهمة جدا أن مرشح محامي من مدينة الليد كان قد تعرض ليلة أمس لمحاولة قتل عندما أطلق عليه مجرون النيران هناك أقوال تقول بأن الأمر صلة بالمعركة الانتخابية هناك من ينفي ذلك أنا أعتقد بأن على خلاف ما قاله زميل الدكتور هنا أنا وافقه بأن الأرقام هي معطيات لها مصداقية لا يمكن أن المجادلة في موضوع أو النقاش في موضوع الأرقام أرقام هي أرقام ولكن الوضع في الوسط العربي يختلف عن الوسط اليهودي في نقطة مهمة وهي نقطة محورية نحن الانتخابات فيها النزاعات وفيها العاطفية عاطفية لأنها عائلية عائلية حمائلية بالطبع المرشح المرشح هو الجار أو ابن الجار هو الصديق أو ابن الصديق أو أخ الصديق من هذا المنطلق عنا نميل إلى الانتخاب على نصوص أو على خلفية أنه ليس على خلفية أن المرشح له المقومات لكي يكون قائد لهذه المدينة أو البلد إنما لكونه ابن شقيق زميلي أو ابن عائلتي أو الحمولة التي أنتم إليها من هذا المنطلق عندما يكون شقيق وهو في المعركة الانتخابية تصبح أن تلك ضلع في الموضوع ضلع عاطفي ونحن أمة عاطفية إذن نحن أمة عاطفية دكتور خالد هذا العمليا التعاطف العائلي أن أتفهمه من جهة هو طبيعي ولكن التعصب هذه هي المشكلة التعصب العائلي من جهة ونفتقر إلى السياسة الثقافة السياسة لنقول في إدارة العملية الانتخابية هذا صحيح ولكن علينا أنا مع الدكتور بما يتعلق بعلم الإحصاء إذا كان هناك أخذ بعين الاعتبار معايير ومعطيات وعوامل كما نسميها بعلم الإحصاء التي ذكرها الزميل ممكن حتى مع وجود ما تترك إلى الأخ خميس بما يتعلق في المبنى والتركيبة الحمائلية والثقافية والسياسية في داخل المجتمع العربي ممكن أن نتوصل إلى معطيات دقيقة كمان مرة إذا أخذنا بعين الاعتبار جميع المتغيرات والعوامل التي تتدخل ولكن هذا موضوع علمي لندعه جانبنا أريد أن نترك إلى موضوع التعصب وإلى موضوع الحمولي لذلك أنا افتتحت حديثي وقلت يريت لو كان مفهوم ومعنى على انتخابات للسلطات المحلية هي بأن هذه مؤسسة فقط تقدم خدمات هي مؤسسة سياسية اجتماعية تقدم خدمات للجمهور ليس أكثر هذا مجلس بلدي وليس رئاسة جمهورية تحديد سياسات هذا من المفروض أن يكون وهذه هي النظرية وأكثر من ذلك أنا أريد أن هذا بلا أكثر من ذلك اليوم البلدية والمجلس المحلي مالوش يعني هذا الثقل الذي كان موجود قبل خمس سنين أو قبل عشر سنين حتى اليوم فيما يسمى بالحشاف ميلوغي موجود بجانب رئيس البلدية المحاسب المرافق موجود بجانب رئيس البلدية وهو الذي يعني يحدد له كيف عليه أن يسلك لذلك قضية الصراع يعني هذا الصراع الحمائلي والصراع العائلي والصراعات الموجودة والتوتر الموجود يعني هو مفروغ منه المفروض لا يكون موجود ولكن هذا يدفعنا إلى أن نذهب وأن نحلل وأن عميقا ماذا يحدث داخل المجتمع العالمي أنت تظهر المفروض لا يكون موجود ولكن هو موجود وبكثارة والسلطات المحلية أنا أسميها بالمخترة ماشي هذا إذن نكون صادقين مع أنفسنا ولنقول أن هذا هو مجتمعنا وهذه هي إفرازاتنا وسلوكياتنا في الساحة وبالذات في السلوكياتنا في المواقف التي هي مواقف مفصلية مثل الانتخابات هي تدلل على واقع الواقع المجتمعي في المبنى الاجتماعي والثقافي المكون للمجتمع العربي نعم ولكن دكتور رامي على الأقل يجب أن يستغل هذا القائد أو هذا المرشح عندما يحصل على الأصوات وعلى ثقة الناس بأن يكون هناك نضال جماعي للحقوق الخاصة بهذه البلدة أو بهذه الأقلية صحيح لكن أنا آسف أن أقول أننا اليوم موجودين في سنة 2013 ومازلنا نتكلم عن مجتمعنا العربي في نفس الأسلوب الذي كنا نتكلم عنه قبل عشر وعشرين وثلاثين واربعين سنة نحن لحد اليوم ما زلنا متخلفين في هذه النظرية أحب أن نضيف أن المشكلة هي تبدأ من هذه المشكلة كيف أنا كمواطن أخطار من هو رئيس المجلس القادم من هو عضو المجلس القادم لكن هناك سلسلة من ورائها فيصل رئيس المجلس المحلي أو عضو المجلس المحلي ومن ثم تكون التعينات أيضا في هذا الأسلوب محسوبيات محسوبيات نعم صحيح فرئيس طبعا نحن نحكي في الإجمال عن الجميع لكن ليس الجميع نحن في نوع من التعميم لكن نحن طبعا نتحدث عن الغالبية وفي بعض الأمكانيات ممكن تكون الغالبية الساحقة لكن نحن نتكلم على موضوع المشكلة الأساسية في إجهزة الدكتوراه اللي أنا نهيتها قبل سنة أنا علجت موضوع أسباب الفشل المادي للسلطات المحلية العربية أنا تحدث عن طروحة الدكتوراه الخاصة بك أنا سأتطرق إليها أيضا ولكن الآن أتى الوقت لأن أخرج إلى فاصل قصير لنعود بعده لنتابع أرحب بكم مجددا مشاهدين مع هذه التغطية الخاصة للانتخابات المحلية للسلطات والبلديات المحلية العربية واليهودية داخل دولة إسرائيل لهذه الليلة أجدد الترحيب في دكتور خالد أبو عصبي الباحث التربية والاجتماعي أهلا وسهلا فيك معنا وأيضا دكتور رامي زيدان المستشار والإحصائي والاستراتيجي في معهد أهلا وسهلا فيك والصحفي خميس أبو العافي شكرا لكم لقدومكم الليلة أريد أن أتابع معك الحديث دكتور رامي بالنسبة لقضية استطلاعات الرأي ومصداقية هذه الاستطلاعات ماذا عن الوسط العربي أين هو من هذه الاستطلاعات ومصداقيته إن قارناها بمصداقية الاستطلاعات في الوسط اليهودي أستطيع أن أقول اليوم أن المصداقية هي متشابهة جدا بين الوسط اليهودي والوسط العربي ممكن أن نقول أيضا أن في البلدات المميزة التي نخطصنا فيها في المعهد التي تشتغل فيها فنحن نصل إلى وضعية لتقريبا 90% من ناحية تدقيق في المعطيات نحن ابتكرنا عدة شغلات ملائمة للوسط العربي نحن نفهم تركيبة مغايرة للشعب العربي لذلك نحن نفهم أن العينات يجب أن تكون دقيقة جدا ولذلك ابتكرنا طريقة إحصاء مدمج إحصاء جديد إحصاء هاتفي للهاتف النقالة والبيتية وأيضا إحصاء في الميدان نتوجه للناس العابرة في الشارع في مركز البلد وأيضا إحصاء عبر الإنترنت والإحصاء المدمج هذا نصل من خلاله لجميع شرائح المجتمع نعم أريد الآن أن أتحدث عن نقطة أخرى وهي مهمة الدكتورية التي اترحتها تحدث عن أسباب العجز المالي للسلطات البحلية وأنا أريد باختصار أن تجمل لي ما هو السبب الرئيسي لفشل السلطات البحلية؟ هذا هو سؤال بدأت منه كمواطن عربي في هذه البلاد سألت نفسي لماذا المجلس البلدي الذي أنا أنتم إليه في غالبية السنين يتواجد في عجز مالي فتوجهت إلى العلم الأكاديمي وسألت هذا السؤال ما هي أسباب العجز المالي للسلطات المحلية العربية؟ فوجدت ثلاثة أسباب رئيسية ممكن أن تكون هل هي السياسة الحكومية؟ هل هي المعطيات الديمغرافية الموجودة؟ وهل هي الإدارة المحلية؟ نعم أعتقد أنك قلت أن السبب الرئيسي هو الإدارة المحلية الفاشلة وليست عمليا السياسة الحكومية التي تفرض على هذه السلطات المحلية والدعاء صادق نوعا ما أنت تدعي كيف أن أفهمت؟ وكأن من يتواجد في قيادة السلطات المحلية العربية هو إنسان غير إداري هذا ما تقوله ولكن عادة هناك طواقم المفروض يكون مهني وإداري إلى جانب رئيس المجلس ليس بالضرورة هو يكون إداري أنا في اعتقادي أن أحد الأسباب للعجز أو السبب الأساس للعجز قد يكون نوعا ما هي الناحية الإدارية ولكن بالأساس ما هو الدخل الذاتي لسلطات المحلية العربية مقارنة هذه هي الإدارة المحلية التي أتكلم عنها إذا تكلمت عن هل المجلس المحلي يستطيع أن يجبي ما يجب عليه أن يجبي هل هو يستطيع أن يجبي ما عليه أن يجبي من أموال لمصالح عامة وليس فقط للبيوت وهذا واحد من المشاكل الرئيسية القضية أوسع وأكبر من هيك القضية الأرنونة التي أخذوها هي الأرنونة للبيوت أو الأرنونة للمناطق الصناعية أو المصانع أو للهي تيك أو للأرنونة السؤال لا يجب منها مخصصة لسلطات العربية المحلية بلدية أو للمجلس المحلي هو دخل ذاتي متدني وعندما يكون دخل ذاتي متدني لا يمكن أن نقارن ما بين السلطة المحلية العربية وسلطة المحلية اليهودية من جهة ولا يمكن رفع مستوى الخدمات في البلدية العربية إذا لم يكن لدينا دخل ذاتي الذي هو مرتفع لذلك إحدى وظائف من يتم انتخابهم هو تجنيد الموارد والاستثمار في داخل البلدات العربية وتطوير المناطق الصناعية والمحلات التطوية استمر في نقطة التي اترحتها باختصار تفضل قبل أن نتقل لنقطة أخرى في سنوات الثمانين والتسعين تحديدا حصل البلديات والمجلس المحلية العربية على إضافة ميزانيات لما كانوا يتلقوه سابقا ماذا فعل فيه الرؤساء المجلس المحلية لم يستثمروه في البلدات استثمروه في المعاشات للعمال والموظفين في المجلس المحلية هذا صحيح هذه نقطة أخرى ولكن أريد أستاذ خميس أبو العفي أن نتحدث أيضا عن قضية المدن المختلطة ودور العرب كأقلية هناك حيفا الرمل الليد نفسارة عليت ومدن أخرى كيف تنظر إلى التحرك الانتخابي داخل هذه المدن؟ أولا بالطبع نحن نتحدث عن مدن عربية أو مدن مختلطة فيها اليهود والعرب طبيعة الحال الوضع في يافا يختلف عن وضع في الليد والرملة وضع في يافا هو وضع ما أساوي إلى حد أنه بلد صغير مع عشرة تلاف ناخف عندك تريبا أربع قوائم عربية بينما أنت بأك لكي تجتاز نسبة الحزم تحتاج على الأقل أربع تلاف صوت أنا أراهن أنه ولا واحد من القوائم سيجتازه نسبة الحزم هذا الوضع في يافا بالليد والرملة كما فهمت أن الوضع أفضل بكتير بحيفا بالطبيع أفضل في كتير هناك وحدة صف ما نحتاجه إليه اليوم في الوضع السياسي الرعيم هناك قائمة واحدة مرشحة ولكن في حفا هناك القسامة أيضا الحركات الإسلامية التي تعتبر عنصر أساسي في المجتمع اليافا لأسف شديد أتخذت قرار بالعزوف عن مشاركة لأسباب لا أريد أن أخوضها الآن ولكن أعتقد بأن هذا يصب في عدم مصلحة مدينة يافا اليوم أمام مرحلة مفصلية تواجه تحديات رهيبة داخلية وخارجية هناك الهجرة المضادة من قبل الأثرياء حولت العرب في يافا في خندق واحد في مأساة سكانية صعبة جدا كنا بمثل حاجة إلى ما يقال باللغة المصرية أو بالدرجة ندرجي إلى ممثل عن مدينة يافا يقوم في المجلس البلدي لكي يتابع ويقوم بشعارنا عن ما يتم طبخه في أروقة المجلس البلدي ولكن هناك بعض علماؤنا الشيوخ الذين اتخذوا القرار لأسباب أن أجهلها بالطبع سوف يؤدوا إلى ترسيخ المأساة التي نعيشها فيها فلا تختلف كثيرا عن اللد والرمل إن كان الوضع في الرمل واللد يشير إلى هناك وجود وحدة صف أفضل بكثير من يافا نعم إذن في هذه المرحلة أريد أن أعود إلى مراسلتنا في الناصر عنابة حلبي عنابة تنضمين إلينا يعني آخر المستجدات بالنسبة للوضع الانتخابي في الناصرة الآن نعم نادين علمنا أن هناك ارتفاع في نسبة التصويت ومعنا الآن مرشحة قائمة الجبهة رقم ثمانية خلود بدوي خلود ما هي الأجواء في هذه الأثناء؟ الأجواء أجواء هادئة أجواء انتخابية بشكل عام يعني هادية إحنا بالنسبة لإلنا كمان الإشي المنيح أنه عم بيكون فيه حركة نشطة لتوجه المواطنين نحو السنديق نسبة الحسم طبعا عم ترتفع مع الوقت وهذا الإشي اللي بخلينا كمان نكون إحنا أكتر مسؤولين وأكتر يقفدين أنه ما يكونش فيه مشاكل في السنديق وفي أماكن الإقتراء بشكل عام إحنا مبسوطين أنه ما كانش فيه أحداث عنف ما كانش فيه مشاحنات ما كانش فيه أي أحداث تذكر عم بتصير الأمور بشكل كتير ديمقراطي كتير حضاري وفي تفاهمة بين كل الأحزاب أنه مصلحتنا تكون المعركة الانتخابية ديمقراطية حضارية بدون أي عنف أو أي نوع من أنواع العنف بين المواطنين أو بين المتنافسين أو بين الأحزاب المتنافسة وبالنسبة للتوقعات التوقعات حاليا إحنا بنحكي على نسبة تصويت بلغت تقريبا في مدينة الناصري ما يقارب الستين بالمئة إحنا بنتوقع أنه نسبة التصويت تزيد إلى ما يقارب سبعين أو خمسة وسبعين بالمئة أنا توقعاتي طبعا بشكل شخصي بقدر أقول أنه توقعاتي أنه يكون فيه فوز بأغلبية مطلقة للجبهة الديمقراطية جبهة الناصري ديمقراطية في المجلس البلدي ورئاسي طبعا أنا بتوقع كمان أنه رامز جريسي الرئيس الحالي سيكون هو الرئيس القادم لكمان خمسة سنين في مدينة الناصري شكرا ونعود إليك ندين في سوريو شكرا عناب حالبي والآن دكتور خالد يعني جميل أن نرى مرشحات عربيات نرى ولكن في أماكن غير مضمونة وبعيدا عن موقع اتخاذ القرار حتى ولو يعني هذه أول انتخابات نرى 161 امرأة عربية مدرجات في داخل قواعم يعني هذا لم يحدث يعني إذا ننشير في هذه الانتخابات ما هو الإشي الخاص في هذه الانتخابات هو وجود النساء العربيات مشاركات بشكل فعلي حتى لو في محلات سيرورة المشاركة هذه وعادة بدون شك وكذلك الحراك الشبابي يجب أن لا نهمل في أن هناك حراك شبابي يرفض التوجه الطائفي والعائلي والحمولي يرفض مثل التوجه حتى لو كانت بأعداد قليل وبنسب قليل ولكن نحن نرى بوادر إلى تغيير في داخل بوادر جيدة دكتور رامي يجب أن نتيح الفرصة أيضا لهذا الحراك الشبابي الذي يتحدث عنه دكتور خالد صحيح الحراك الشبابي وما كانت المرأة في السياسة أعتقد أن هذه الموضوعين من أهم المواضيع لتغيير المطلوب في مجتمعنا من ناحية سياسية أعتقد هذه التغييرات بسيطة جدا وقليلة جدا ما نحتاجه في الفترة القريبة هو انقلاب في الفهم ننظر إلى نسبة التصويت في المجتمع اليهودي نرى أن نسبة التصويت قليلة في المجتمع العربي نفهم ونرى أن نسبة التصويت هي عالية 60% و70% وفي قسم من البلد ممكن أن نتصل إلى 90% وممكن في بعض البلدان بلدات أخبر إلى موات الصوت ويوم بعد الانتخابات ينسى الناخب العربي مفهوم الدموقراطية لا ينتقد بصورة صحيحة المجلس المحلي والمجلس البلي ولا يطلب منه الخدمات الأساسية المطلوبة نعم أستاذ خميس جملة تلخيصية حتى هذه اللحظة مواصلة الحراق الشبابي في المستقبل هو الكفير القضائع على ظاهرة القبلية التي نرفضها رفضا قاطعا والتي تشكل عنصرا أساسيا في مأساة الواسطة العربي خميس أبو العافية شكرا جزيلا لك دكتور رامي زيدان ودكتور خالد أبو عصبي شكرا لكم الآن شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة نعود ونلتقيكم بعد قليل تابقوا معنا